في بداية الامر الاتحاد المغربي يوسني ويدعم وليده الرجراجي مدربا للمنتخب في الفترة القادمة القرار جيه بدعم من نجوم وغرفة الملابس نجوم كلها اجمعت ان الراجل يكمل الراجل لسه عنده اللي يقدمه مع منتخب المغرب الى جانب الدعم اللي يربما طلقاه خارج نطاق غرفة الملابس من مسؤولين والى غير ربما الامر يعني جميل ان انت تلاقي فيه تكاتف ودعم عليك ان انت تكمل انت شايف انه كابتن وليد اه يكمل مع القرار كان صائب وعنده اللي ليس يقدمه مع المنتخب المغربي اه طبعا اه يعني اول حاجة بحي طبعا المنتخب يعني اتحاد المغربي على القرار ده اه قرار فيه استقرار يدول ان الاتحاد بيخدش قرارات اه انفعالية اه قرار يدول ان他 اه درسوا شايفين في رؤيا شايفين الدينة بالزبط هما راحين فين او وليد راجع عمل ايه معهم اه تاني حاجة وہا ما خرجوش برضو بلسوق مستوى واورد ان اي فرية ممكن تخرج فالعالم لكن في فرق ان لتخرج مؤدي ولا تخرج ظروف ماتش. الماتش الاخير اللي خرجوا هو هو خرجوا ظروف ماتش. فلاكن مقدمين من اول بطولة اه مستوى كويس معدين دور بشكل كويس. اه الماتش اللي خرجوا فيه زما قلنا كده هو خرج آآ نتيجة بقى آآ اهمل بعض اللي عيبها شوية استهتر بالمطش الى حد ما لكن دي ظروف مطش. لكن كان ما قد ادي اداة كويس جدا. آآ مضايعين اشرف حكيم مسلا ضاع يعني كان ممكن يغير صير المباراة. اللي هو ظروف مطش ودي ممكن تحصل فيها حتى. ولكن الاداء واحد. بنسبة تمانين في المية احنا لانا اداء المنتخب المغربي سبعين تمانين في المية انا شايف ان هو ادى اللي عليه او اللي كان اللي مطلوب منه. والمطش اللي خرج فيه كان مطش في ادي من اول المباراة مضايع جوان كتير جدا فهي ظروف مباراة. فالقرارات اللي بتبقى انفعالية شوية اللي هو بقى خرجنا وجمهور بقى وده طبيعي بيحصل في الاول ولكن بعد شوية لما الناس بتهدى وتدلسة مش حافظة لك سبطول عمرنا. فالانجاز اللي هو عمله معهم انجاز كبير جدا في كاس العالم بنى بمستوى كويس. يشفع له انه هو يكمل وآآ يدي له المجال انه هو للتعويض في البطولة او نسخة الخاطمة اللي هتقام على. طبعا. الاراضي المغربية اكيد هيبقى الشكل مختلف للمنتخب المغربي. آآ او الشكل يكون آآ اكثر اقناع عن بقى في المصول. مهمة كمان انا اسف يعني ان انا هقطعك. ان مهم جدا يبقى عندك اتحاد كورة آآآ مستقر وهادئ.